اشتركوا في القناة رئيس الوزراء في العراق طبعا مثل ما تعرفون الميليشيات اللي رشحتها جابتها ميليشيات الاطار التنسيقي وبعد ذلك تحدثوا ان العراق يعني هو انتخبه والشعب العراقي هو اللي راده وظهرت علينا خلال فترة بالبداية يعني براء شهر ثلاثة من تولي احقق اث كثيرة يعني في الاعلام في وسائل الاعلام في القنوات الفضائية والصحف وكذا الناس تتحدث انه هذا وصلت بهم الحال انه البعض طلع واحد يعني يرتدي العقال والعباء قالوا هذا مواطن عراقي كاتبين عليهم مواطن عراقي طيب مواطن عراقي من الشارع يعني مواطن عراقي بسيط عادي من اي عراقي ما عنده وظيفة قالوا ماذا يتحدث قال هذا هب من الله يعني هذا سبحانه وتعالى رب العالمين بعثلنا يا لينقذنا لينقذ العراق مما فيه الله اكبر وانت تستغرب يعني هذا مواطن عراقي يتحدث بهذه الطريقة تبحث عن هذا الرجل واذا به يعني عضو قيادي بحزب الدعوة ومسوي نفسه شيخ عشيرة وعده تطلع انه تحدث تقول هذا عم الشاع السوداني يعني ما كو منه ما كو يتشفل تفلت الزمانة وكذا ويا بخير ان شاء الله تطلع بعدين نائبة بالمجلس النواب الحالي وهكذا الخلاصة انه كل هذه العملية السياسية كانت تطبل طوال هذه الفترة وما زالت تطبل للسوداني انه هذا خيار للعراقيين وهذا ما كو منه لانه سأقول لكم لماذا لانهم وصلوا الى حالة شاهدوا فيها ونصحهم بالخارج وصحوهم كثيرين قالوا لهم ترى الشعب وصلوا الى حالة من الغلايان في اي لحظة ينفجر عليكم فكل محاولاتكم لتبديل راح المالكي جاء حيدر العبادي راح العبادي جاء عدل عبد المهدي جاء الكاظمي جاء مدريب منهم كل هذا لا ينفع من سيء الى اسوأ العراق فجيقولنا واحد وتحدثوا بهذه الطريقة لا نسيطرون على الحال ببنادقكم وبالقوة والارهاق وهذا ما يفعلونه فبعد سنة من مضت سنة على تولي وانجازات موجودة نفس الوضع نفس الحال لكن نفس الظاهرة الصوتية التي كانت في عهد الكاظمي استمرت بشكل أعلى بشكل يمكن أكثر ترتيبا في عهد محمد شيعة السوداني ظاهرة صوتية تحدث عن منجزات وهمية غير موجودة على الأرض المهم مع تشجيع خارجي إقليمي وعربي ودولي لهذه الحكومة ويقوف معها قضية غريبة عجيبة المهم أن تنجح التجربة الأمريكية الإيرانية في العراق وردون يخلصون من الصداع العراق فهم بعد مرور سنة بدأت تنشر وسائل الإعلام الحكومية تتابع اللحزاب تتابع العملية السياسية تنشر منشورات ملونة إعلانات ملونة مصروف عليها بشكل قوي في كل وسائل الإعلام تنشرها وأكيد مدفوعة الأجر طبعا هذه الإعلانات عن منجزات الحكومة خلال السنة وظهرت بعض المنشورات اللي شفناها يعني منجزات عن التعليم العالي وهو أسوأ تعليم وتحدث عن أشياء خرافية منجزات الشباب والرياضة وقضية غريبة ونت تقرح وتستغرب وآخرها ربما للطلعين عليه هو منجزات الإنجازات الحكومية حكومة السودانية ضمن المنهاج الحكومي في الملف الأمني الله أكبر ونحن عندما نسمع الإنجازات في الملف الأمني نتساءل يعني أو نتساءل كل العراقيين ما هي حاجتنا من الملف الأمني ما هو يعني ما هو المطلب الأساسي من الملف الأمني من عامل فين ثلاث إلى حد العام وهذا لا يحتاج إلى خبير ولا يحتاج إلى خبير أمني ولا يحتاج إلى باحث ودراسات أي مواطن عادي سيقول لك نحتاج إلى الأمن والأمان تخلصونا من السلاح المنفلد السلاح هذا ودولة تسيطر على السلاح وترهي الميليشيات هذا الملف الأمني تريد أن تسيطر على الملف الأمني أنهي دور الميليشيات ولم يتجد السلاح تقاتل بيناتها بالسلاح ولم يكن يوجد من بيوت تقاتل بيناتها البارحة كانت مناطق تتقاتل بيناتها في بغداد قصف وأسلحة ثقيلة وخفيفة متعصد وما يدرينا والناس رحل الضحايا ولا أحد يدخل ولا مصيبة وعشائر إذا صارت بيناتها خلافات يتقاتلون حتى بالأسلحة الثقيلة ووصلت بهم حتى إلى الطائرات المسيرة يعني تتخيلون هذا الموضوع فإذن أول قضية بالملف الأمني هي عصاباتها التختطف وتختال واختيالات وقتل وذبح وابتزاز وفساد إذن الملف الأمني يجب أن يعالج هذه القضية إن لم يعالجها فباقي الحديث كله أراء كله كذب دعاءات فعندما تقرأ الملف يعني هذه الإنجازات بالملف الأمني يسووا ذولا فتدور على السلاح سيطر على السلاح وحصر السلاح بيد الدولة لا تجد تدور على القضاء على الميليشيات لا تجد تدور على سحب السلاح من العشائر لا تجد القضاء على العصابات لا تجد على التزوير والابتزاز لا تجد على الخطف والقتل والنهب والتهديد لا تجد طيب شن اللي يعني شن اللي حققتوه فتجد فيه المنجزات تحدث عن والله هناك سيطرات يعني تحدث عن سيطرات كانت موجودة بشناها وهذه السيطرات أساسا هي ضد يعني مختلقة أنت وجدتها ولعاقة الناس وتنقلهم واعتداء على حقوقهم وحريتهم في الحياة والتنقل كيف يفهم إن شاء له بعض السيطرات طبعا شلوها السيطرة منا ويخلوها اللي بناك ويجي غير قائد للمنطقة يقول ليش لتوها للسيطرة رجعوها يقولوا لهم القاد العام قوات المسلح طيب جيبوها 100 متر لي حتى لا يقولوا النفس السيطرة يسوهم غير سيطرة فتحوا بعض الشوارع وسدوا شوارع أخرى طيب شنو هذا الكلام تباوع يقول فقرة الأخرى من المنجزات دعم جهاز المخابرات ماذا يعني دعم جهاز المخابرات يعني شو الدعم مادي زيادة أعداد رجال المخابرات ضباط المنتسبية شنو شنو الدعم هذا يعني هو السؤال هي المخابرات شو سوي أدنا بالعراق إذا كان العراق ملك للآخرين وملفاته كلها بيد الآخرين السياسات الخارجية والداخلية تحكم بها إيران وغير إيران شنو فايدة شنو شنو وجود المخابرات المخابرات في الدول كلها لتحمل أمن الوطني لترعى السياسة الخارجية لتنفذ منهجا يحمي السياسة الخارجي للوطن خارج البلد وين انتم يعني أي سياسة هذه وأي فكر وهي سياستنا الداخلية والخارجية ترسم في في مطابق خارجية تطبخ في مطابق خارجية منا علاقة طهران في أمريكا معرق وين فإذا شنو حاجتنا نحن المخابرات الأخرى الانجاز الآخر يقول يعني الغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة الذي كان يمارس على الناس الله أكبر هم ناس أبرياء خالي لهم تدقيق أمني اللي يطلع من بيته اللي يخش لها المدينة اللي يخش هاي الدخلوه ومدري شنو الحاسب ومعرف منه وانت أرهابي وانت أمك أرهابية وأبوك مدري منه وجدك بعثي ومدري منه وهذه صورة طلعت إلك وبتزون العالم والله اللي غايتول هذا ما هو اعتداء من البداية هو أساساً ومنطقي وشاذ هو هذا يعني تخلون شيء شاذ وتشيلول هذا الشاذ وتعتبروه هذا منجز ماشي يقول تسليم المنجز الآخر تسليم المسؤولية في بعض المناطق من الدفاع إلى الداخلية الله أكبر هل هذا كلام هل هذا منجز يا ناس هل هذا حديث ممكن أن يقبل بين مواطن يقبل بين ناس واللوخة يتحدث عن مواكبة التحديث في الأسلحة والتدريب وتعديل قانون الشركات الأمنية وانضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة كل إنجازات أمنية وإكمال يعني والعمل على إكمال متطلبات إنشاء خط لإنتاج عجلة الهمر ما هذا الهراء في هاي المنجزات في هاي المنجزات الأمنية في سنة وهل هذه أساسا تسمى منجزات الله أكبر يعني قضية غريبة يعني ما هذا الاستهزاء بالناس ما هذا الاستهزاء بحياتهم وبأمنهم وباستقرارهم وبلدهم وبشخصيتهم وبهويتهم هذا الاستهزاء بكل الناس وهذا لعب لذلك كنا نقول وما زلنا نقول وسنقولها دوما حال الحكومة حالها حال الحكومات الأخرى ظاهرة صوتية وظاهرة صوتية الصوت بها عالي جدا ومرتب ربما أكثر لأنه مدفوع لمبالغ كثيرة وإعلانات كثيرة وشخصيات تقف وراءه وبالتالي هذا النتاج هل هذا النتاج يقبل هل هذه المنجزات تقبل هل هذه منجزات أمنية وتقبل لحكومة وبعض سنة تحدثنا عن منجزات مثل هذه مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر